اهلا بكم من جديد نشر رئيس جنوب افريقيا جاكوب زوم اليوم من اقتراع بحجب الثقة في البرلمان مستفيدا من استفاف نواب حزب المؤتمر الوطني الحاكم خلفها مائة وثمانية وتسعون نائبا عارضوا صحب الثقة مقابل مائة وسبعة وسبعين صوتا من نواب المعارضة في اقتراع سري شهد امتناع تسعة نواب عن التصويت متابعة لهذا الموضوع ينضم الينا في الستوديو الدكتور المساوي العجلوي الخبير في الشؤون العربية والافريقية مساء الخير دكتور مساء نور لله دكتور العجلوي هل كان من المتوقع أن يفلت زومة للمرة التاسعة ونضع خطا تحت المرة التاسعة من اقتراع بصحب الثقة خاصة وأن هذا الاقتراع كان سريا للمرة الأولى كان سريا لأول مرة في طريق مسلسلات صحب الثقة من زومة لكنه لإدامة قرأنا الأرقام التي أعطيت للمعارضين وللمؤيدين والذين امتنعوا أيضا عن التصويت هذه يمكن أن يقرأ قراءة سياسية ناقوس الإنظار أن ما وصل إليه زومة الآن أصبح في مرحلة رفض من المجتمع الجنوب الافريقي وأيضا من طبق السياسية بل أنه مؤشر أيضا رغم أنه فلت من هذه العمليات لسحب الثقة لكنها أيضا فيها قراءة سياسية ومؤشرات من داخل الحزب الذي ينتمي إليه وهو الحزب الإفريقي الوطني الحاكم وفيه أيضا مؤشرات لمرحلة المقبلة في دجنبل المقبل سيحدد الحزب من سيرشح في 2019 وبالتالي لا يجب أن نقرأ هذه الأرقام فقط سحب أو عدم سحب بل أن يجب أن تقرأ في سلسلة الفضائح التي ارتبطت بزومة منذ 2005 ثم أيضا يجب أن نقرأ هذه الأرقام كذلك في إطار تحول الذي يعرفه مجتمع جنوب إفريقي تتحدثون عن التقارب في الأرقام هي التي جعلتكم تقرأون بأن النتيجة هي ليست في مصلحة زومة وتؤشر على أن ربما أيامه أو أسابيعه في السلطة باتت معدودة ولكن الكثيرون اعتبروا بأن الاقتراع السري سيمكن أعضاء من الحزب الحاكم بأن يصوته دون مخوف من انتقام وبالتالي فالنتيجة ستحسم بعزل زومة لم يحدث ذلك لم يحدث ذلك لأنه أيضا تصريحات بعض قادة لين سي في دول جنوب إفريقيا كان هناك اختيار من خلال هذه التصريحات إما أن يضحوا بزومة وهنا قد يقرأ الأمر على أساس أنه أن يلعبوا أوراق المعارضة وهم لا يريدون ذلك أو أنهم يؤيدون زومة ولكنهم يحافظون على الأداة التنظيمية لأن الأهم بالنسبة لقادة المؤتمر الوطن الإفريقي هو الإعداد للرئيس المقبل زومة يعني الترشح للرئاسيات المقبلة لكنهم فضلوا ذلك ومع ذلك هناك من خلال قراءة الأرقام أن هناك الأقل 35 شخص أو نائب لم يصوتوا لصالح زومة وهذا سؤال كبير كذلك لا يجب أن ننسى أن أحد حلفاء المؤتمر الوطن الإفريقي وهو الحلف الشيوعي الذي رغم انتقاداته لزومة ورغم دعوته للمضاهرات في الشارع رفض أن تسحب الثقة من زومة فبالتالي هي مسألة لم تسحب الثقة لكنها أيضا مؤشر على نهاية زومة السياسية رئيسة البرلمان الإفريقي أو الجنوب الإفريقي بالأمس قالت بأن الاقتراع السري سيمنح فرصة لمعارض زومة من أجل التصويت دون وما وقوع أعمال انتقامية كيف نفهم الأمر؟ يعني إلى أي حد خلال الاقتراع السري سيكون مريحا؟ فقط شيدتي أطلب منك أن تعيد الصور لاجتماعات البرلمان الإفريقي وتلك المجموعة التي دائما تدخلت لعندها لباس أحمر وهم جمعت جيريس ماليوما الذي كان في الشبيبة المؤتمر الوطن الإفريقي إضافة إلى التحالف الديموقراطي المعارض وهو القوة القادمة في دولة جنوب إفريقيا أن هناك نوع من كانت هناك انتقادات على أساس صويت باليد مرفوعة معناها أن بعض النواب يريدون أن يظهروا موقفهم أو الأقل يعبروا عن موقفهم لكن قوة القيادة قوة الحزب المؤتمر الوطن الإفريقي هو الذي يجعل بعض النواب يشعرون بالنوع من الخوف أو الخجل من أن يصوتوا على ضد رئيس الحزب لكن في نهاية المطاف أن العملية الصويت السرية هذه هي لم تؤدي إلى نتيجة سحب الثقاء لكنها أدت إلى تبيان أن هناك الآن تيارات قوية داخل المؤتمر الوطن الإفريقي وأن هذه التيارات سيكون لها كلمة في الأيام المقبلة طيب ماذا عن كلمة الشارع الجنوب إفريقي الشارع الجنوب إفريقي هناك فئات واسعة منه بدأت تتعبأ من أجل ربما أن تطلق موجة احتجاجات وتظاهر ولا حتى بشير هذا المعطى في الشارع الجنوب إفريقي في عدد من المدن هل الأمور مرشحة للتطور في هذا الاتجاه في قادم الأيام كانت ردود فئة قوية مباشرة بعد الإعلان عن النتائج كانت هناك تظاهرات إشعال النار في العجلات المطاطية هناك نوع من تدخلات في بعض المواقع والمحطات الفازية على أساس أن هناك جنوب إفريقيا وصلت إلى مستوى من الرداء لأنه السؤال كبير لماذا هذه المحاولات من سحب تقام هذا الرجل الذي دفع به إلى الواجهة من لدون نيسل مانديلا ثم لكنه انقلب على نيسل مانديلا مع تابون بيكيد كالدئاب التي يسمي الدئاب الصغيرة التي دفعت الرجل الكبير نيسل مانديلا إلى التنحي عن السلطة في 1994 ثم بدأت تأخذ صور معه على أساس كالقطة السمينة فقط للتوظيف الإعلامي لكن في نفس الوقت أن هذا الرجل الزومة ارتبط بقضايا الرشوة قضايا فساد مالي قضايا فساد أخلاقي أيضا هذه لا يجب أن ننسى وإعطرف بذلك ثم آخر الأشياء وأنه أنفق من مال الدولة ما بين 10 و 15 مليون دولار على توسيع إقامته وهذا أطار نقاش كبير ثم كذلك وهذا يهمنا نحن كمغاربة للأشياء الأساسية أن تقاطع المصالح المالية والاقتصادية مع زومة وجماعته مثلا أنه هناك مصالح لعائلة دون أن أذكر اسمها هي القوية متمسكة باستناعة السلاح بتجارة السلاح بكل ما يمكن أن يتعلق بالدولة بالدول الإفريقية هذه العائلة أطرت على زومة ليتخذ مواقف من أجل أن تبيع أسلحة إلى دولة معينة دون أن نشير لأنه سحب مثلا أو اعتراف بجبهة البوليزاريو في 2004 كان بصفقة سلاح من ربعات المليار هذه العائلة وراء هذه الصفقة ثم من باب الصدفة أن تكون ابنة زومة رئيسة شركة اسمها سحراء كومبيوتر وأن هذا التناقض في المصالح الاقتصادية أو التقاطعات المصالح الاقتصادية والسياسية هي التي تفسر بعض المواقف السياسية هناك نوع من هيمنة الشركات الاقتصادية على السياسي زومة لعبها هذا الدول هل هذا مرتبط بشخص زومة أو أنه مرتبط بمنطق عمل حزب الحاك؟ نعم وتحول الحزب الوطني الافريقي تحول لم يعد ذلك الحزب الذي طبط بناصر المنضلة بالنضال لدى الأبرتايل لدى الأبرتايل الميز العنصري بل أنه أصبح من كبار تجار مفسدين بحتى الشارع كان ينتقد السيارات الفارهة لإقامات الفارهة لم تعود المؤتمر ولم يعد المؤتمر الوطن الافريقي ذلك الحزب المناضل بل أصبح واجهة لتجار الأسلحة بالخصوص وهذا ما دفع مثلا النظومة أن يظهر في هذا الموقف ثم لننسى كذلك هناك رؤية كانت من حسن الحظ أن لم تنجح خطة لدولة جنوب إفريقيا نعقد مؤتمر في 2012 من لدن هذا الحزب على أساس فصل شمال إفريقيا على جنوب إفريقيا ووظفت الورقة المغربية والنزاع المغربي الجزائري من أجل فرض موازين قوى جديدة داخل القارة الإفريقية وهذا ما يفسر مثلا لماذا نجح طاب بيكي وهو رئيس سابق لجنوب إفريقيا نجح في فصل جنوب السودان عن شمال السودان ثم دخلت جيوش من المرتزقة ومن الجيش الجنوب الإفريقي إلى دولة إفريقيا غرب إفريقيا التي الآن فيها صراع وسقط فيها شهداء مغاربة من قبعات الزرق هم سبب هذه الحرب الأهلية كان هناك ضغوط على فرنسا بعتبر أن المغرب حريف لفرنسا للضغط على المغرب من أجل تخلي فرنسا بالخصوص على الكونغو لأن الكونغو تعتبر جنة من دول غنية جميع المواريد بالنسبة للقارة الإفريقية وكان هناك نوع من هذه الجماعات المسيطرة على قيادة كانت تريد جماعات المالية وقتصادية كانت تريد سيطرة على دولة الكونغو من هنا يتبين لماذا مثلا زومة التي اشتهرت بتأثيرها على الموقف المغربي تجاه الوحدة الترابية والوطنية المغرب أنها لعبت دور كبير لأنها وظفت من الصحراء من أجل منزعات داخلية أقول فقط أن زومة هذه كان بإمكانها أن تستمر لولاية أخرى ولكنها عارفت أساس أن زوجها السابق سينهى سيسقط ولذلك فضلت تخلي عن فوضي الإفريقية والعودة إلى جنوب إفريقيان لترأس الحزب لكي تكون رئيسة في 2019 هذا هو سؤال الموالي الحزب يتأهب لاختيار زعيمه الجديد أو زعيمته الجديدة كما جاء على لسانكم هل في حال تم الاتفاق على شخص زومة الزوجة السابقة ألن تتغير الأمور وأن لا يتأثر المشهد السياسي لا في الداخل ولا كذلك منطقة العمل على المستوى الإقليمي والقاري أم أن هناك أشخاص آخرين مرشحين لا هناك الآن نائب الرئيس الذي هو مرشح الذي يجب أن يكون مرشح طبيعي المفروض المفروض في دجمبر المقبل وحتى ما يجري الآن هو تأثير على اختيارات التي ستكون في دجمبر لأن المجموعة زومة الرئيس جاكوب زومة تفضل مساندة دلاميني زومة الرئيسة المفوضية السابقة في حين أن الجزء من داخل المؤتمر الوطني الإفريقي يفضل نائب الرئيس لكن هذه الأمور وضعت سؤال كبير جدا مدى التأثير لما يقع الآن في دول جنوب إفريقيا على المحيط الإقليمي وعلى القارة لاحظنا منذ تقريبا سنتين تحول في موازين القوى في القارة الإفريقية وداخل الاتحاد الإفريقي هي التي أعطت للمغرب العودة إلى الاتحاد الإفريقي التي نقلت تقل ما يجري في القارة من التجمعات الأنغلوفونية إلى التجمعات الفرنكوفونية هذا ما جعل أن هناك تحولات هذا ما جعل أيضا أن الجماعة التي تحيط بدولة جنوب إفريقيا وهي التي تمشي في فلك هذه الدولة لأنها توظف دائما مسألة الأبرتايد هذه الدول جميعها دون استثناء يا سيدتي هي دول برزت إلى الوجود في 1991 كلها توظف النضال من أجل الميز العنصري من أجل القول لإفريقيا نحن ضد الميز العنصري ولكن في نهاية المطاف الآن بدأت تفكك هذه الكتلة هناك الرجل المطرنح دوما روبيرت مقابي مقابي موزنبيق الذي يريد أن يترشح في 2018 وهو وصلها من 65 سنة بدأ الآن هناك نوع من التفكك في العلاقة بين مقابي وبين دولة جنوب إفريقيا هناك الموزنبيق التي أعطتنا ذلك الرجل الشيسان الذي يقال بأنه ممتل الانتحاد الإفريقي في نزاع الصحراء هناك ناميبيا التي بدأت تستقل نسبيا عن الدولة الجنوب الإفريقية ثم هناك أنجولا التي أخذت استقلالها بشكل كبير عن دولة جنوب إفريقيا بقيت زومبيا التي أيضا تترنح في موقفها تجاه ملف الوحدة الترابية مرة مع المغرب مرة تقول أنها تمشك العصار من الوسط لأن هناك استثمارات مالية كبيرة لدولة جنوب إفريقيا في زومبيا بالتأكيد أن كل التحولات المقبلة ستؤثر ليس فقط في المحيط الإقليمي بل أيضا في وزن دولة جنوب إفريقيا في القاتل الإفريقيا في الاتحاد الإفريقي وبالتأكيد أن ذلك سينعكس على العلاقات مع المغرب مع المغرب وأيضا يجب الموقف من نزاع السحراء ولكن أيضا على الأحزاب المغربية أن تبادر إلى ربط اتصال بالخصوص بالتحالف الديمقراطي أيضا لا يجب أن ننسى أن حتى داخل المؤتمر الوطني الإفريقي هناك طيار يساند نسبيا المغرب فإذا للحديث عن تحول في موازن القوى وانعكاسات ذلك في العلاقات البينية بين المغرب ودول جنوب إفريقيا أو تجاهها من نزاع السحراء يتطلب كذلك تحرك سياسي رسمي وأيضا شعبي من المغرب لأنه كني على يقين سيدتي لأساس أن ما يجري الآن في دولة جنوب إفريقيا سيرفع الحز في المواقف التي تريد بعض الدول أن تعلن عنها كما فعلت مثلا سويزيلون رغم أنها تقع في مجال مغلق لدولة جنوب إفريقيا ولكنها أيدت الوحدة الترابية والوطنية للمغرب والتحرك يجب أن يكون استباقيا قبل أن استراتيجيا يجب أن تبحث في الأفق يعني من تدرشت 2019 يجب تحرك الآن وهناك ارتباطون هناك علاقات هناك جامعات أساسي الجامعين يعني يجب تحرك نحو هذه الدولة لأنه إذا ما ربط وهذه هي المعادلة الأساسية إذا ما ربط المغرب علاقات جيدة مع دولة جنوب إفريقيا ستتحرك ستتغير كثير من المعادلات ومن المقاييس أيضا دكتور المساوي العجلوي كنت ضيفنا هذا المساء شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاحات الخبير في الشؤون الإفريقية والعربية أشكرك مجددا مشاهدين مدار الأخبار متواصل على ميديان تيفي أرجو أن تتفضلوا بالبقائم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر